السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحية كبيرة لكم تركيا تعتقل محتالا حقق أرباحا طائلة بزريعة النبوة تمكنت الأجهزة الأمنية في ولاية شنقلة من القاء القبض على مصطفى شابوخ الذي كان قد على نفسه المهدي المنتظر مع 15 شخصا من أتباعه يستمر أجدد في تركيا منذ أيام عقب تمكن أن السلطات الأمنية من القاء القبض على الرجل تركي كان يدعي النبوة مع عدد من أتباعه في ولاية شنقلة بعدما كان قد أنشأ هذا الرجل في السابق جماعة دينية بلغ عدد أتباعه 200 شخصا وفق ما أوردت وسائل علامة تركية حكومية وأخرى خاصة وفي التفاصيل تمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على مصطفى شابوخ الذي كان قد أعلن السؤال المهدي المنتظر مع 15 شخصا من أتباعه وقد اتهمته الحكومة باستغلال المعتقدات الدينية من أجل كسب مبالغ مالية طائلة وهو ما يعني أنه سيوجه أيضا طهمة الاحتيال المالي أقبل انتهاء من التحقيقات وتحويله للمحكمة وتعود قضية نبوة شابوخ إلى 2013 عندما بدأ باستئجار فنادق ومنازل في مناطق متفرقة من تركيا بزريعة ليسكن بها عدد من ضحايا الزلزل الذي طراب البلاد ومنذ ثم قام هؤلاء برعاية مباشرة من شابوخ بنشر أفكاره عبر موقع التواصل الاجتماعي مدعين أنهم تلقوا إشارات دينية ووفق ما أورد الإعلام التركي فقد تمكن شابوخ الذي ادعى أنه المهدي المنتظر من إقناع أتباعه ببيع ممتلكاتهم وسحب قروض مالية ومن ثم تقديمها لها لتحقيق المزيد من الأرباح المالية وهو ما أثار الجدل على موقع التواصل الاجتماعي وبينما اعتبر العديد من مستخدمي المنصات الاجتماعية أن أتباعه وقعوا ضحية الاحتيال رأى آخرون أنهم فعلوا ذلك بإرادتهم وأنه يجب أن يتحملوا المسئولية الكاملة عن ذلك وإلى جانب الأموال التي ضبطت بحوزته شابوخ وأتباعه فقد أصرت السلطات الأمنية على أسلحة أيضا وقد وجهت له تهمة الاحتيال المالي وتأسيس جماعة الجرامية وهي تهمة يواجهه أتباعه الذين لم يتم القبض عليهم جميعا وتمت عملية القبض على الشابوخ وأتباعه بشكل مشترك بين شرطة ولاد شنقل والنياب العام يوم 8 أكتوبر موسيقى